مع تجاوز عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في عموم العالم 14700 حالة اتسعت دائرة العدوى بالفيروس في عدة دول ومناطق من العالم حتى أنه بدأ يقترب تدريجيا من مراكز اتخاذ القرار بموازاة ذلك اتخذت الكثير من الدول إجراءات مشددة للوقاية من الفيروس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت آخر المنضمين إلى قائمة القادة والمسؤولين البارزين الذين أجبرهم الفيروس على التزام المنازل والبقاء في حجر صحي إلزامي والخضوع للفحص وخلال الأسابيع الماضية خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحص تأكد بعده أنه غير مصاب ولاحقا وضع الرئيس البرازيلي جاير بولوسونارو تحت المراقبة الصحية للتأكد من عدم إصابته بكورونا كذلك خضع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي وزوجته للفحص بعد إصابة موظف في مكتبه بالفيروس كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزيرة مارك إسبر ونائبه وضعان في الحجر الصحي بعد إصابة العشرات من طاقم الوزارة بالفيروس السلطات في النرويج أعلنت كذلك وضع الملك هارالد الخامس والملكة وكامل أعضاء الحكومة في الحجر الصحي بسبب الفيروس أما في كندا فقرر رئيس الوزراء جاستين ترودو العمل من منزله بعدما تبين أن زوجته صوفي غريغوار مصابة بالفيروس وفي ظل الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس استعانت بعض الدول بالجيوش لفرض حضر التجوال مع إغلاق متواصل لمراكز التسوق وتعليق الطيران ففي ماليزيا أعلنت جيش بدء انتشار قواته في عموم البلاد لتعزيز تطبيق القيود على الحركة في إطار تدابير مواجهة كورونا كما انتشرت الآليات العسكرية وعناصر من الحرس الوطني الأمريكي في المناطق التي تفشى بها فيروس كورونا وعلى رأسها مدينة نيويورك بحسب خطة أعلن عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك تبنى البرلمان الفرنسي مشروع قانون يتيح فرض حالة الطوارئ الصحية لشهرين من أجل مكافحة تفشي الفيروس موسيقى